موسيقى خلينا أفهم الشرق الأوسط يعني الكتاب المقدس واضح في موضوع السلام وواضح من رسالة المسيح ومن هوية المسيح ومن طبيعة المسيح طبعا ومن اسم المسيح وأيضا من عمل المسيح السلام لكن لما بتشوفي ناس عم بتقتل وعم بقولوا أن هذا للسلام المعادلة طبعا مش مفهومة لكتير من الناس فممكن اتوضحي لنا أخت رشا بالنسبة للسؤال اللي حضرتك قلته هو إزاي أن احنا نشوف دهوت ليه بيحصل في وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط وليه كل الأمور ده هية الغريبة اللي بتحصل ضد السلام ومع أن الناس اللي بيقولوا الكلام ده هوت اللي هم الإرهابين وإحنا بننشر السلام والسلام هو الإسلام وما إلى ذلك من الكلام اللي احنا بنسمعه ليل ونهار في الميديا أحب أقول لحضرتك إن المصطلح بتاع السلام في الإسلام مختلف تماما عن مصطلح السلام في المسيحية يعني كلمة السلام في الإسلام لها معاني مختلفة عن كلمة السلام اللي احنا بنتكلم عنها في المسيحية نحن بنتكلم عن المسيحية المسيحية معنى السلام سواء في العهد القديم شلوم أو إيريني في العهد الجديد ده معناها إن بتيجي بمعنى التمأنينة والارتياح والمصالحة أنت كلمت على الله إزاي صالحنا مع تصلحنا مع الله من خلال عمل المسيح السلام هو إن أنا أحس إن أنا معلياش دينونة السلام إن أنا أحس إن أنا معلياش قصاص مع الله إن أنا ليه علاقة مع الله السلام إن أنا أحس إن أنا جوايا ارتياح وطمأنينة في وزد عالم الطرب